بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته الاستقامة سيرٌ على المنهج الاستقامة اتباع طريق الحق الاستقامة ثباتٌ وأخلاق الاستقامة طاعةٌ وأدب قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون في سورة الأحقاف وقبلها في سورة فُصِّلت يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزَّلوا وهذا التعبير يوحي بأن التنزل متكرر لم يقل تنزَّلت أو نزلت وإنما قال تتنزَّلوا عليهم الملائكة أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُمْتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ الرَّحِيمٍ يا أهل الاستقامة أبشروا يا أهل السبات على الطاعة أبشروا أبشروا برحمة الله أبشروا بالسكينة أبشروا بالرزق أبشروا بالسعادة أبشروا بولاية الله وعنايته أبشروا بحماية الله ورعايته ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا نعم لأسقيناهم لأنزلنا عليهم ماءً لأنزلنا عليهم رزقاً الاستقامة سبيل السلامة الاستقامة من أسباب السعادة وفي المقابل العصيان سبب من أسباب قطع الأرزاق إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومولانا سبحانه وتعالى حدثنا عن أن الطاعة والاستغفار من أسباب نزول الأرزاق ومن أسباب السعادة وكذا الطاعة على العموم قال الله تعالى في آيات عديدة في القرآن الكريم تعطينا هذا المعنى أن الاستغفار سبب من أسباب الرزق وسبب من أسباب نزول البركات والخيرات ذكر الله تعالى في سورة هود هذا المعنى في أكثر من موضع وفي سورة نوح يقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار الطريق إلى الله واضح الطريق إلى مولانا سبحانه وتعالى كله خير سيدنا عبد الله بن مسعود يقول خط النبي خطا ونحن جلوس مع سيدنا رسول الله يعلمهم عمليا بهذا الأسلوب الدعوي البديع خط النبي خطا في الأرض ثم خط حوله خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه الخطوط سبل وطرق عديدة طرائق على كل سبيل منها شيطان ثم تلا قول الله تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ فالطريق إلى الله طاعة الطريق إلى الله ثبات فلنثبت على طاعة الله كان الحبيب المصطفى عمله ديمة وأخبرنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثبات أن يجعلنا من أهل الاستقامة بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله